وعلى هذا الموضوع كمان النبي الشعياء بيتنبأ في إصحاح 9 آية 6 و 7 بقول لأنه يولد لنا ولد في ملء الزمان في بيت لحم ونعطى ابنا عطية الله عطية الله لأن الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع ما أخدش الطبيعة الخطاءة أو تورث شيء مثل أي إنسان لأنه المسيح جاء من السماء ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام طبعا اللي بيتكلم عن اللي ولد في بيت لحم بسمي إله قدير مش نصف إله أو مش إله مصغر إله الجبور إله جبار في اللغة العبرية فهذا تتميم طبعا لنبوة طبعا ميخا ثم اللي ولد في بيت لحم هو يشبه إخوته بحسب نبوة موسى في التوراة في سفر التثنية إصحاح 18 أنه سيكون نبي مثل موسى وأيضا مجيء المسيح يكون مصحوب بآيات ومعجزات خارقات بحسب إشعياء إصحاح 35 آية 5 فإذا لا مجال للشك أو التأويل أو التحوير في هذا الموضوع يعني أمور واضحة جدا تتعلق بمجيء يسوع المسيح موسيقى